اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الجولة الاولى بداية الجولة الاولى وهناك العادة تقريبا شارز يقوم بهذه الحركة الامر ليس اعتباطيا بل هو ليحدد مدى القتال بينه وبين خصمه مثبت النقطة التي سيخرج منها ضربات بعد عشر ثوانية هذا الكمبو من طرف اسلام تذكروه جيدا يا اخوان يسارية مستقيمة فخطفة يمينية لا تنسوه لاننا سنرجع اليه فيما بعد ثم بعد اربع ثواني فقط نفس الكمبو كما قلت تذكروه كعادة شارز يمارس ضغطه متقدما الامام منذ البداية حتى بعد اكر ضربك هذي فهو لا يترجع ابدا كما معروف في جميع نزالته الاخيرة هنا بدأ الالتحام وكان اوف ليفيرا هو من دعا اليه ومنه نتجة تاكداون لإسلام شارز كذلك هو من طلب اسلام الارض كعادة اوليفيرا والجدوس خاصته يهدد دائما بمحاولات الاخضاء مع نوعية المخضعين من طراز وجودة شارز ما تقدرش تبقى في المنتصف يتخرج من القارد يتدخل باكمله لانه ذراع واحد قد تجد نفسك في تريانجل او ارنبار وبالطبع اسلام يعرف ذلك البوز من طرف اوليفيرا من تحت يذكرون بطوني فارغيسون سابقا والشاهد من هذا القول انك يتفرض القان والباوند الخاص بك ييتم تشلحك من الارض وبعدها تجد نفسك في فخ اخضاء لكن اسلام هو من قرر سير الامور وبدأ القان والباوند خاصته لكنه اعترف بخطورة الالبوز فاصبع يحمي نفسه ومنه الغاضر بات شارلز وبقي تهديد الاخضاء تأتي هذه اللقطة هنا بعد قيام شارلز بسفيب ارض يدى للمقاتلين بالنهوض هذا الالتحام التايلاند الناتج عنه اصبح معروف عند اسلام قام به ضد ياتاكو مويسس ضد دافي راموس والان يقوم به هنا في هذا النزال ليخرج منه ركبات فتاكة بعد اخذ ورد وتبادل الركبات من الطرفين تأتي هذه الرفع الرائع المعروف بها اسلام وجماعة الصنب والجودو ليتحصل اسلام على ذاني تاكداون له في هذه الجولة اهمية هذا التاكداون ان اسلام انتهج منهج الجودو وليس المصارع عاميا اثناء ذلك عنقه من جياتين شارلز هذه اللقطة هنا مهمة جدا لانه لما يكون خصمك مقاتل جوجودسو شارس ومعروف بقوته من المستحيل ان تترك له مساحة يلعب فيها واسلام هنا الغى هذه المساحة نهائيا بحشق اوليفيرا في السياجة تماما مثل ما فعل ضد دافي راموس وهنا تم الغاء شارلز تماما على الارض وبهذا نرد على بعض الناس التي قالت اسلام لم يقاتل منازلين معتبارين مرددين كلام الاعلام الامريكي او الحقيقين على اسلام مخشاف بحيث اذا كان شارلز له اكبر عدد اخضاعات بالمنظمة فمستوى دافي راموس افضل بكادير في الجودو وهو بطل مسابقة ابوظة بالدولية وما ادرك ما هي ومع ذلك تمكن اسلام من تقلب عليه والغاه تماما على الارض انتهت الجولة الاولى بسيطرة اسلام على الارض مع عركة للشارلز من التحت لكنها لم تؤثر بالقان والباون والحفاظ على الوضعية مما يؤيدون الى مقاتل اخر فحل النفس ما فعله اسلام وهو كيفان لي مما يدل على ان شارلز لما يحشر في وضعيات مثل هذه يوجه صعوبات كبيرة الفرق الوحيد ان كارل ديولي هي نقطة ضعفه مما ادى به لخسارة القتال حيث تم تقطيعه من طرف شارلز الى حتاتهما اخضعه بالجولة الثريف وهنا العكس تماما بداية الجولة الثانية بتقدم اسلام على اللواح وكعادة شارلز يقوم بضغطه العالم مرة اخرى ماذا رأيتم قلت لكم تذكروا هذا الكمبو جيدا كان هناك التحامل وهلا من طرف شارلز لكن هذه المرة هو من كان يريد تقضى وانتهى بظهره على السياج تبادل ركبات على الطريقة التهلندية ثم انتهى هذا الالتحام باسلام حاميا نفسه من قلب اوليفيرا اثناء الافتراب اكملت خصمين الصراع على الواقف بتبادل الضربات مع الضغط وتقدم شارلز المتواصل وكان تبادل الضربات اثناء مدى الملاكمة بوكسين رينج احيان هنا امر مألوف يحدث مرة اخرى اظن انكم عرفتموه اوليفيرا يواصل ضغطه كذلك وملاحقته وثم الركب الطائرة والاطاحة به الركب كما قلنا ليست اعتباطية فقط الذين ينتقسون من اوليفيرا بقيامه بهذه الحركة ونالكامل حتى دعاه بالغباء شارلز متعود على ارباك خصومه بها قام بها ضد كل من هزمهم ونجح في ارباكهم وما ساعدته كثيرا وساعدته كثيرا عفوا مع انها تترك دفاعك مفتوح وهنا نعود لقتال سابق وهو قتاله ضد كيفينلي شارلز قام بها مرتين او ثلاث الاولى كما تجد نجحت كما ترون والثانية تبين انك ان استطعت تحديد التوقيت الصح ستستغل اكبر استغلال وبالطبع هذا الامر لن يخفى على فريق اسلام حيث هذا الاخير كان توقيته رائع واستطاع الغاءها بكمبو رائع وفي تخمينكم اي كامبو يا اصدقاء نعم الكمبو الذي قلت لكم تذكروا في بداية الفيديو يسارية مستقيمة وخطافة يمينية ابتدأ القتال باليسارية وانتهى بالخطافة اليمينية هذا الكمبو مخصص لهذا القتال مع مقاتل اخر قد لا يصلح اصدقائي عفوا هذه الاستراتيجية خاصة بهذا القتال وحاليا لا يوجد فريق متمكن من تخطيط للقتال مثل فريق اسلام بالسحل ناتي الى النهاية او الفينيشينك كان كل خصوم اوليفيرا اذا سقط الى الارض تركه يتعافي وهو صرع بذلك لدانيل كورمي ان قتاله ضد قيجي قد اصيب حقا واختار تعافي على الارض ثم عاد وفز باللقاء لكن خصمه هذه المرة سيطر عليه مسبقا في الجولة الاولى على الارض واثبت علو كعبه هناك بحيث ان اسلام ما ان اسقطه حتى هبط اليه وهجمه مباشرة بالاخضاء حتى قبل توفر وضعية صحية لذلك وما ان توفرت حتى كان اوليفيرا قد استسلم وانتهى اللقاء بفوز اسلام خشاب والحمد لله فوز اخونا اسلام بالهزام وهذه اللحظة الذي كان ينتظرها رادا على جميع المشككين كما قال عبد المنام رحمه الله وانهم هنا قدمون للسيطارة على هذه الفئة لمدة طويلة الى هنا نأتي لنهاية التحليل ارجو انه اعجبكم ان كان كذلك لا تنسوا اللايك ومشاركته مع اصدقائكم والاشتراك بالقناة ودعمنا على مواقع التواصل الاجتماعي كذلك ننتظر منكم ايصال هذا الفيديو لالف لايك بمناسبة فوز اسلام خشاف ورابط النزال ستجدونه في الوصف تابعوا تحليلات قبل النزال ستجدونها في اخر الفيديو يمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته